اشتركوا في القناة مهنة بكلمة رسالة لان المحاما رسالة وليست فقط مهنة وحينما كتبت درتي التي اعتز بها عن المحاما اسميت الكتابة من عام 2008 رسالة المحاما هل هذا محض انحياز او محض تعصب اللي عاوز اوضحه لحضراتكم وحضراتكم اليوم ان هذا هو الواقع وان المحاما هي بالفعل رسالة نستطيع ان نقول ان المحاما هي صوت الحق وان المحامين هم فرسان الكلمة ويسبحون ضد التيار في سبيل مناداتهم بالحق وتحقيق العدالة التي ينشدونها ينوضي للمحام تحقيقا لهذه الغاية نضالا يضحي فيه بمصالحه وامواله بل وربما حياته نفسها الكلام ده مش انشى وحسب تلك مش انشى حسب القاضي ان تكون غاياته العدل وان يحكم بالعدل وان يسطر في ما يحكم به العدل هذا حسبه ولكن المحامي والمحامية لا يكفيهما ان ينشد العدل ولا ان يكون العدل غاية كل منهم لما لان العدل المنشود هو عدل قد اوكله اوكلته الظروف للمحامي نيابة عن الغير واقناعا للغير فهو واسطة عقل ينوب عن الغير للدفاع عن حقوقه عدلا ويتجه الى الغير ليحكم بالحق عدلا قد تشترك الكلمة في انها وسائل الرسل والانبياء وكلمات المدونات الالهية في القرآن وفي الانجيل وفي العاد القديم هي كلمة الصحفيين وكلمة الكتاب وكلمة المفكرين وكلمة الصحفيين وكلمة الدعاء والوعاظ وكلمة الإزاعيين كلمة في المسرح في السينما الكلمة هي أداة الحياة ولكن ليس حسبها في المحامى أن تكون هدى وكفى لأن الكلمة لا تطلق في الفضاء قيمة الكلمة في مغزاها ومعناها وما تنشده وتتاجه إليه عشان كده الكلمة على لسان الأنبياء والرسل والكتاب والمفكرين كلمة تلتزم بحكمة وتلتزم بغاية ذات هذه الكلمة هناك من يسيئون استخدامها في السب والقصف والشتم إلى آخره إنما هل تضاءلت قيمة الكلمة ستبقى الكلمة هي عصب الحياة إنما نحن جميعا مطالبون تحقيقا لهذا العصب في إطار رسالة أن تكون متجهة إلى غاية وأن تراعي المبادئ وتنشد الحق وتسعى إليه وتحقق العدال يا أسزة هذه هي المحاماة المحاماة رسالة لأنها لحماية الغير يعني كل واحد فينا أمر طبيعي أن يحمي نفسه وأن يدافع عن نفسه ولكن المحاماة نفاع عن الغير وحماية عن الغير ولا يتأتى لأحد أن ينهض بهذا ما لم يكن حامل رسالة وأن يكون هذا المعنى حاضرا في وجدانه على الدوام وفي كل لحظة الأنبياء والرسل كانت الكلمة عدتهم ولكن لأن الكلمة ارتبطت لديهم بغاية وكوبدة من أجلها عانى جميع الأنبياء والرسل في سبيل القيام برسالاتهم التي كانت الكلمة عمدهم الواعز والداعية يتحدثوا بالكلمة إلى غير زينا كده ولكن هناك فارق الداعية رجعوا شرائط الشيخ الشعراو أو حديث أو حديث البابا شنودة والبابا الحال تجدوا أن الداعية أو الواعز الديني يتحدث إلى جمهور أو إلى متلقين مرحبين به راغبين في سماعه لا يقاطعه أحد ولا يضيق عليه أحد وإنما الآزان تستمع وتنصت إليه في شغف والعيوم مبهورة به وهو يؤدي ما يحب أن يؤديه في ظروف ميسورة فيستطيع أن ينطلق إلى ما يشاء بالأسلوب الذي يشاء وبالكلمات التي يختارها هل ده حال المحامة والمحامية لا نحن نؤدي واجبنا بالكلمة ولكن في ظروف بالغة العصر والضيق نحن نتحدث بالكلمة مقابل خصوم ونياب عما في القضايا الجنائية يتربصون بما نقول ويسعون إلى هدم ويضيقون علينا وقد يقاطعون حتى جمهور جمهور القاعة ليس بكله في صف الكلمات التي يمكن أن يؤدي بها المحامي رسالته ليه لأن فيه اسم الجمهور من الطرف التاني خصوم ونياب عما ورول مزدحم وجمهور نصه على الأقل غير مرحب طيب بيكلم مين هو ينشد العدل في حديث يتجه به إلى قاضي هذا القاضي وكلنا قد لمس هذا يضيق صدرا بمرافعات المحامي مش كده ولا ولا يحب أن يسمع ويعتبر أن سماعه للمحامي أو المحامية من باب التفضل لأنه مستغنم بعلمه عما قد يقال له من ضمن التحديات ويتعلل بالرول وبزحمة الجلسات مع أنه عقد الجلسة الساعة 12 والساعة 1 فأنت كمان بتتكلم إلى منصة مش مرحبة بيه بل وقد تصدك وتمنعك وتضيق عليك ولا تدون النقاط الهامة التي تبديها في محضر الجلسة هي بقى المحامي أين بدور أصعب بكثير جدا من دور الواعظ والداعية لما انتقرنه المحامي بالمهن هتلاهو الحقائق الآتي يستطيع المهن أن يؤدي عمله إذا أتقن تخصصه الطبيب إذا ما أتقن علم الطب وعلم الأدوية أو الفرماكوبيا يستطيع أن يؤدي واجبه المهندس إذا أتقن علوم الهندسة يستطيع أن يصمم البناء أو المشروع أو الآلة ويستطيع أن ينفذ ما صممه الصيدلي يستطيع أن يؤدي واجبه بعلمه بالصيدلة وبعلوم العقاقير والأدوية وهكذا إلا المحام إلا المحامي والمحامية طبعا المحامي لا يكفيه أن يكون عالما عارفا بالقانون فهو لا يتحدث إلى القاضي الغير اللي عاوز يقنعه لأن المحاماء إقناعا فرأك عن جميع المهن الأخرى أن مصير ما تقول معلق بغيرك عمل المحامي مردود إليه عمل الصيدلي مردود إليه عمل المحامي يتجه به إلى الغير وعدته هي الإقناع إن أخفق في الإقناع فقد أخفق في رسالته وأخفق في مرامه وواجبه وغايته ده المحامي ده المحاما وعشان هي إقناع للغير لا يكفي المحامي زي ما قلت أن يكون عالما عارفا بالقانون وإنما يجب أن يكون عارفا بالدين وأقصد الدين بعامة سواء ديانة المحامي أم باقي الأديان السماوية الأخرى أن يكون عارفا باللغة مثقنا لها الفصحة والعامية لأنه قد لا يستغنى في المرافعة في بعض المواضع عن اللغة العامية لأنها قد تكون أكثر توصيلاً للمعنى المراد من اللفظ الفصحة أن يكون عالمة بالفلسفة بالطب بالطب الشرعي بالمنطق بالفلك كل حاجة دي عدة المحامي وعشان كده لابد أن يكون المحامي واسع أو موسوعي الثقافة وده اللي أنا بلح عليكم دايماً به لا يكتفي أحدكم بأن يعرف القانون لا يجب أن يكون يجب أن يكون موسوعي المعارف ولا يترك باباً من أبواب المعرفة مش هقول إلا طرقه إلا غاص فيه وسوف يتدح له هذا في مرافعات لأنك تدخل إلى المرافعة وأنت لا تستطيع أن تتحسب تحسباً كاملاً لما سوف يعارضك به خصمك أو النيابة العامة أو القاضي بتدخلاته وأن هناك من المواقف ما يطرأ ولم يكن في الحسباني أن يطرأ قدرتك على أن تواجه هذه المواقف نابعة من مخزونك الموسوعي من غير مخزونك الموسوعي في القانون والعلم والمعرفة مش هتقدر تطلع في الأزمة دي الحاجة أو الكلمة في مناسبتها أنا على مدى واحد وستين سنة اشتغلتها في المحامات التي عشقتها ولا أزال صرفتني مواقف كثيرة طارئة وعسيرة ولكن الذي ساعدني على أن أكتازها أكتازها وأن أنجح فيما أبديه أن لدي مخزون وأنني لا أكف لحظة واحدة عن تنمية هذا المخزون لأنه هو عدتي في الإقناع أولا ثم هو عدتي في المواقف التي تطرق أثناء الجلسات عشان كده يعني قد يستطيع الموظف أن يكون من الأوساط بل وأن يكون من الخاملين وقف في الطبور يجي معاد الترقية ياخده يجي معاد العلاوة ياخدها يطلع في سفرية ياخد بدل سفر دنيا ماشية ولكن المحامي لا يستطيع أن يكون هكذا يجب أن يكون محلقا في السماء خارج السرب إبقى حنقول أن ما يؤديه المحامي رسالة قوامها الحجة والبيان والبرهان والإقناع نعم هذا هو مطلب من الجميع الذين يمارسون الكلمة ولكن ما يؤديه المحامون يختلف لاختلاف الظرف واختلاف الغاية وتعلق المطلوب بضمير ووجدان آخر أو آخرين الأفذاذ أو الأنبياء بمعنى صحة هم الذين خربوا وحلقوا في هذا النطاق لأنهم كانوا يعنون ما يقولون ويكابدون من أجله ويعذبون من أجله ويؤلاقون أشد العنة والعناء من أجل توصيل الرسالة والقيام بأعباء النبوة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام النبي رسولي عظيم صلى الله عليه وسلم ليس لأنه قال أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطالب مش ديه ولا لأنه قال لعمه أبي طالب حينما قصدت قصدته قريش لتوسيطه في أن يطلب من محمد عليه الصلاة والسلام أن يترك ما يؤديه وأن يتركوه فحادثه عمه أبو طالب وكان أثيرا لديه وإذج محمد عليه الصلاة والسلام لأنه نبي ورسول وحامل رسالة قال له والله يا عم والله يا عم ما قالهش واللات والعزة زي ما هم بيقوله قال له والله يا عم لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر أو أهلك دونه ما تركت هو الذي قال في دعاه الشهير في الطائف بعدما تعرض لكل ما تعرض له في الطائف من سحل وضرب بالأحجار وكلما ضرب يقعد يقوموه عشان يضربوه تاني ويخذفوه والغلمان ماشى بهدلة فوقف يسكو إلى ربه بالدعاء المشهور قال ربي إليك أشكو قلة حيلاتي وضعف قواتي وهواني على الناس أنت رب المستضعفين وأنت ربي إلى من تكلوني إلى بعيد يتجهمني أم قريب ملكته أمري شوفوا قال لي جايك كل ده بيقول لربنا ها لما رختم به إن لم يكن بك غضب علي فلا أبال هذه بقى النبوة ها من حقه يشكر من حقه يتوسل إلى ربه ولكنه يختم هذا الدعاء الرفيع بقوله لربه سبحانه وتعالى إن لم يكن بك غضب علي فلا أبال الكلمة لا يمكن أن تكون ذات قيمة ما لم تكن التزاماً بقضية وسعياً إلى غاية غاية تتفق مع الحق والعدل والكمال والحرية المحامة تشرف بكل هذا وتسعى سعيها لتحقيق هذا كله ولذلك لم تكن صدفة ولا ضربة عشوائية أن ترتبط الكلمة بكل مكاناتها الأدبية والفكرية بالمحامة تاني أن ترتبط الكلمة بكل معانيها وغاياتها وأدبياتها وبيانها بالمحامة وعشان كده أكتر المهن أو أكتر الرسالات التي حفلت بالمفكرين والأدباء هي المحامة خذوا عندكم الدكتور محمد حسين هيكا الذي حمل حقيبة وزارة المعارف عدة مرات وكتب زينة بأول رواية مصرية وكتب حياة محمد والفاروق عمر وفي منزل الوحي وجنجا كروسو وترأس مجلس الشيوخ وترأس السياسة رئاسة التحليل السياسة ليه؟ لأنه محامي توفيه الحكيم خليك كلية الحقوق سنة 1925 وهي دفعة أبي رحمهم الله ابنى أن كان مسماها مدراسة الحقوق الملكين طلع توفيه الحكيم أول من ألف في المصرح مصرح بمعناه وبمقاييسه تجلت خبرته وعلمه وممارساته بكتابه الضرة يوميات نائب في الأرياف وفي كتابه عدالة وفن وهو مبتدع ما يسمى بالمسر رواية وهي مكونة من مقطعين المقطع الأول مسر يشير إلى المصرح رواية يشير إلى فن الرواية توفيه أدي توفيه الحكيم يحي حق وللأسف كثيرون يجهلون ما كانت يحي حق يحي حق أولا خليه 25 مع توفيه الحكيم ومع أب إنما هو كان أنباغهم في الكلية طلع في المقدمة إنما إيز بيحي حق وقد بدأ حياته بالمحامة يطلع ضرر في الفكر والأدب والقصة القصيرة بل والرواية كلكم شفتوا أنديل المهاشم ولكم شفتوا فيلم البستغي ولكم كلكم سمعتوا عن مؤلفاتي في عشق الكلمة وفي الأدب وفي التاريخ وفي الموسيقى حدوتا اسمها يحي حق الدكتور محمد مندور محمد مندور عرفه الناس بأنه شيخ النقاط في مصر وله مؤلفات كثيرة جدا في النقاط الذي لا يعرفه كثيرون أن الدكتور محمد مندور دخل كلية الحقوق أولا وكان فيه كلية الحقوق وقت ما دخلها هو وقابي الروحي وأستاذي محمد عبدالله محمد خمس سنوات ليه؟ لأنه فيه سنة تحضيرية السنة التحضيرية ديه تجمع بين طلبة كلية الأداب وطلبة كلية الحقوق فبنى وجود محمد مندور في السنة التحضيرية حاضرهم الدكتور طاحسي ثم أملأ عليهم امتحانة مفاجئا ثم جمعت الأوراق وقام بتصحيحها بالاستعانة لمن يقرؤون له ووضع الدرجات وفي المحاضرة التالية أراد أن يعلم تلاميذه وطلابه مما انتهى إليه بالنسبة لأوراق الإجابة الخاصة بهم وإذ به ينادي أولا على اسم محمد مندور فيقف محمد مندور فيمتدخه ويقول له أنه قد لمس فيه كفاءة وتميزا وأنه مشروع عديب كبير وسأله هل هو في كلية الأداب أم في كلية الحقوق قال له كلية الحقوق قال له أنت لازم تخش الأداب قال له لا يمكن لا يمكن قال له الله ما معنى الحقوق يعني قال له عندنا في البلد المأمور والعمدة المتأسف العمدة وشيخ البلد يقوموا يقفوا المأمور الوكيل النياب فدحية طاع السين قال له ومن تفلاح صحيح حاول يقنع ما اقتناحش قال له طب اسمع أنت ممكن تجمع بين دراسة الأداب مع دراسة الحقوق وهنا واحدة مسائية والتانية نهارية فتقدر تجمع بينهما قال له ما أقدرش على المصاريف قال له ففلك بالمجانية شوف الرعاية التي كان يرعاها هذا الجيل لمن بعده ورتب له هذا والتحق بالأداب مع الحقوق سنة بسنة يطلع الأول هنا والأول هنا الأول هنا والأول هنا الأول هنا والأول هنا لغاية ما اتخرج سنة 1930 من كلية الحقوق وكلية الأداب رأينا في النيابة العامة ما قدرش يقول لا ولكن البعثة تعطرت فكان هذا من حظه ومن حظ النقد والأداب فدخل السكة التي دعاه إليها طه حسين فبقى شيخ النقاد ولكنه لم يترك المحاما أنا شفته وحمل الشنطة وبيزور محمد عبدالله محمد في مكتبه هم دفع ألف وتسعمائة وتلاتين شيخ النقاد ومحامي من الطراز الأول ووطني حر محمد محمد عبدالله محمد الذي تحدثته عنه إلى زملائكم بأمس قصة حدو تكبيرة جدا عاش في المحامة عمره بعد سنوات في القضاء إنما له درر في الفكر والأدب مش بس بقى الكتاب بتاعه الشهير جرائم الناشر ولا بصائط علم العقاب ولا تعليقاته على أحكام محكمة النقاد المنشورة في مجموعة محمود عمر وهو لسه كتكون ويجيد الإنجليزية والفلنسية والإيطالية لا لطلع حاجة در اسمها معالم التقرير واكتشفت في اقتراب منه أن له أشعار عمودية قوامها الفلسفة والحكمة فألحت عليه كان يأتيني كل أسبوع بالظرف أخذه واطرح اللي فيه عن ندوة التي كنت أحضرها مع المرحوم فاروق خرشد وصلاع عبد صبور وقمم الأدباء فقاله ده سروة الرجل ده سروة ما تسفش لإيه هذه السروة فأنا بضلت يوم الخميس أروح أسلم الظرف واستلم الظرف بس الظرف اللي أنا بسلمه بكون صورته قبل ما أسلمه فاكتما علي بقى أشعاركم قد تلك بقيت المهم الأصعب إزاي أقنع محمد عبد الله محمد إنه سبنا ننشر هذا الشهر هو لا يميل إلى الاستعراض ولكن مع المرحوم فواد شاكر استطعنا أن نقنعه وطبعت له كتابين أو ديوانين ديوان العارف وديوان الطريق هتشوفوا من خريج الحقوق والمحامين في الأدب والصحافة أستاذ الجيل أحمد لطفي السيد أحمد لطفي السيد ده بش بس بقى في عالم المحامات وكان رئيس تحرير الجريدة وصاحب الدور الوطني الكبير لا ده هو اللي ترجم أفلاطون وأرستو وهو رئيس مجمع اللغة العربية إلى أن لاقى ربه هتلاقوا محمد التابع حقوق حسان عبد القدوس حقوق موسى صاب حقوق فكري أبازة حقوق نسبة حاجة أننا أيوة نحن فرسان فعلا ويجب أن نكون فرسانا أن عاوز أشدكم فوق إذن زي مر الكلمة رسالة فإن المحامة رسالة ولعلكم جميعا قد سمعتم بالهلباوي وكان أبلغ البلاغاء في مرافعاته وسمعتم بالتأكيد بمكرم عبيد صاحب التاريق العريض في المحامة الذي حمل حقيبة وزارة المالية في كل الوزارات الوفدية وكان دائما السكرتير العام لحزب الوفد والذراع اليمنى لمصطفى النحاس بسما حينما دعت الظروف إلى ابتعاده ترأس حزب الكتلة الوضعية ولكننا جميعا فضلا عن مرافعاته البليغة الموجودة في بعض الكتب المتفرقة له حاجة اسمها المكرميات قطع أدبية تفيد بالحكمة والفلسفة وهو الذي قال في مرافعته عن حسن النحاس مش مصطفى النحاس قال للمحكمة أن العضوية كان لها أزيال سياسية فقال لهم إن العدالة والسياسة إن العدالة والسياسة ضداني لا يكتمعان وإذا اجتمع لا يتمازجان فالعدالة من روح الله والسياسة من صنع الناس مفكر أديم محامي من الطراز الأول لا جدال فات أجيال كثيرا مرافعات مكرم مرافعات مصطفى مرعي مرافعات محمد عبد الله إنما دعوني أنقل إليكم ما قاله الهلباوي في ختام مرافعته عن إبراهيم الورداني الذي اتهم بقتل مطرس غير ختم مرافعته البليغة بقوله اذهب عارف حيتحكم عليه بالإعداء قال له اذهب إلى لقاء ربك اذهب إلى لقاء الله الذي لا يرتبط إلا بعدالته بعدالته المجردة عن الظروف والزمان والمكان اذهب مودع بالقلوب اذهب فإن قلوب العباد إذا ضاقت إذا ضاقت رحمتها عليك فرحمة الله واسعة الحديث عن المحامة ذو شجون ولكني لعلي وقد الأستاذ حسين بيتململ عاوز يقوله انت طولت عاوز انه خلص أنا عاوز أقول لكم بقى في الكتاب زي المحامة ما هي رسالة فإن القيام بأعباء النقاب العام والنقابات الفرعية رسالة لأنها مسؤولة في أدائها عن المحامة التي هي رسالة وعن المحامين وعن القاب أقسم بالله أنني أحاسب نفسي في كل يوم ماذا صنعت وماذا فعلت وماذا أنجست وما الذي عسايا أن أكون قد أخفقت فيه ومع اعتقادي أن كثيرين من أعضاء مجلس النقاب العام وكافة النقابات الفرعية يحاسبون أنفسهم هذا الحساب ولكني لا أجد بأسا في أن أناديهم من هنا على كل منا أنا بقى ما قلت وانا معاكم على كل منا أن يحاسب نفسه عما قام به وفاءا بالرسالة التي حملها إياه الجمعية العمومية التي انتخبته ماذا قدم للنقابة سواء العامة أو النقابات الفرعية وماذا قدم للمحاماء وماذا قدم للمحامين لا أن تكون مهمته أن يعرقل النقيب ويعجزه عن أداء رسالته ثم أختم لكم بهذه التوصية على كل منكم أن يختم يومه بهذه المراجعة ليقول لنفسه ماذا فعلت هذا اليوم وكيف أديت وما الذي أضفته إلى علمي بالقانون وإلى معارفي ومخزوني الفكر والأدب والمعرف والثقافي يوم تفعلون ذلك فسوف ترتفع راياتكم وسوف ترتفع راية رسالة المحامين شكرا لكم سأذنكم بقى في أن نقسم اليمين وقوفا وعاوز أن نحن نحس بكل كلمة نرددها لأنه القسم ده مش حاجة شكلية ده إحساس صدر من القلب والفؤاد والوجدان أقسم بالله العظيم لا 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 مش محسوسة كده أنا عاوز القاعة ترتج أقسم بالله العظيم أن أمارس أعمال المحامات بالشرف والأمانة والاستقلال وأن أحافظ على سر مهنة المحامات وعلى تقاليدها وأن أحترم الدستور والقانون صادق التهاني ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر